موسيقى إذن سيحتفل العالم غدا باليوم العالمي لمكافحة التدخين بهالمناسبة هاي حبينا نستضيف بالستوديو معالنا بالستوديو صاحبة سمو الملكي الأميرة دينا مرعد المدير العام لمؤسسة الحسين للسرطان أهلا وسهلا فيك والدكتور فراس هواري مدير مكتب مكافحة السرطان ورئيس قسم الأمراض الصدرية والعناية الحثيثة في مركز الحسين للسرطان أهلا وسهلا فيكم إذن اليوم هو يوم يعني تحضير ليوم غد في هاي المناسبة الهامة وأكيد مؤسسة الحسين للسرطان بتسعى دايما للاحتفال بمثل هيك نشاطات وبتقوم بالاحتفال كل سنة بهاي النشاطات السنة شوف محبرين نشاطات سموك؟ أول شي سترندا أنا بشكرك على هذا اللقاء وطبعا أكيد بشكر رؤية لاهتمامها التام بموضوع مكافحة التدخين صراحة إحنا عم نعمله مظبوط إحنا عم نقول الاحتفال بيوم التدخين العالمي بس هو صراحة أكتر من هيك هو مظبوط إشي رمزي عم نعمله نشاط رمزي بس هو صراحة بداية حراك ضد التدخين لأنه إحنا ما فينا نسكت أكتر من هيك اللي عم نشوفه إن كان بمثابة وظيفتنا منشوف زباين المدخنين بيجوح لنا لمركز الحسين للسرطان لأنه أكيد بتعرفي إنه طلت حالات السرطان هي سببها تدخين إن كان 90% من سرطانات الرئة سببها الرئيسي تدخين فإحنا منشوفهم وللأسف منسمع الله واحد عمره 45 سنة عنده سرطان الرئة هل أنت مدخن نسأل آه هو مدخن فما فينا نسكت الوضع عم بتأزم فغداً الاحتفال اليوم إحنا الاحتفال نعمل البسيط تحضيراً للاحتفال باليوم العالمي بسيتي مول هو بمثابة إنه إحنا بننبلش نتحرك وبحب أقول للناس إنه إحنا أنا بحس إنه المدخنين إنه هم ضحايا التدخين صح ضحايا الإدمان ضحايا الإدمان ضحايا التدخين وأكتر من هيك هم ضحايا مؤامرة مؤامرة كتير كبيرة من شركات التدخين هم ضحاياها بس هم ما بيعرفوا هذا الهاجي خلينا أعطيك سبيل المثال شركات التدخين هي بيزنس نوع من العمل مربح جداً 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 تتخيلي شركة التدخين بس عليها في عندها طبعاً ده تبيع عندها بضاعة بضاعة لزباين بس عليها تمسك الزبون مرة تمسك الزغير المراهق زبونها بس مرة تمسكه وبعدين بيضلوا الزبون اللي عنده ولاء كبير لهاي البضاعة لكل الحياة تخيلي بس عليهم يمسكوا مرة بعدين شو هالشركات العظيمة اللي عندها قدرة تسويقية عندهم الملايين عم بربحوا على صحة الناس اللي عم بيدخن لهم ضحايا تخيلي كيف هم أصلاً حولوا فكرة أنه والله الواحد يجي يستنشق دخان لونه أسود ملان بالكيمويات والإدمان مصبوط وعملوها أنه هذا إشي صحي وإشي رائع وإشي الواحد براحة نفسية تخيلي أصلاً كيف عملو هيك؟ قدي صرفوا لربطوا هاي الشغلة بهاي غيراً هيك وين بالعالم؟ هلأ أنت لما مثلاً تسمع فيه زيت مخشوش صح؟ تقوم الدنيا وبتقعد بقيموه من الرفوف بقيموه من الشغلات تخيلي قديش قوتهم ونفوذهم هدول الشركات مع الحكومات مع كل البلدان هم بوقفوا لبلدان إنه بقدر يحطوا بضاعة مكتوب عليها هاد البضاعة تقتل تخيلي مكتوب عليها تقتل من أعلى الدول وبتنباع تخيلي ويقولوا إنها بتقتل ووزارة الصحة بتقول إنها بتقتل وبتنباع بكل الأسواق بكل شفافية بينما أي بضاعة تانية يعني إذا زيت بس إنه والله انت خالطي بمي مش حتى إشي سام إنه يوداليوتة تخففتي بتقوم اللي بيامة بتقعد بيسكروا المطعم بيسكروا المصنع مصبوط فالناس لازم تعرف إنهم الضحايا مؤامرة كبيرة هو بيفكر حاله الشخص إنه أنا رجال أو أنا كذا أنا هذا قراري أنت مش قرارك هذا أنت ضحية كتير كبيرة من مؤامرة كتير كبيرة وهدول الشركات بكل الملايين اللي عندهم هم عم بنخنقوا بالدول الكبيرة اللي زي أمريكا زي أمبخنقهم وإنهم عم بيجوا عم بيجوا للعالم الثالث اللي إحنا للأسف مستر الدين أهلة وسهلة فيكم ومستر الدين وللأسف أكتر ناس اللي هم ضحايا الفقراء الناس اللي همومهم كبيرة وطبعا هم مش بس الفقراء يعني هي للجميع الدخان ما بيفرق ست رجال فقير غني بس أكتر الناس اللي ممكن اللي حالتهم النفسية ومعدية تعباني بيفكر أنه هذا الاشي رح يساعدني مية بالمية كلامك صحيح وبدأ أنت إلك دكتور فراس يمكن حكت سموها بأنه والكل بيعرف بفكرة أنه التدخين هو مسبب رئيسي للإصابة بسرطان الرئى ولكن يمكن الكثير من الناس ما بتعرف أنه له مدار أخرى يريد تحدثنا عن هالمدار بداية اسمحيلي كمان أشكر تلفزيوني ورؤية لاهتمامه بهذا الموضوع اللي حقيقة أصبح طارئ في الأردن ولا بد من اتخاذ قرارات سريعة وجادة ودي اليوم أتوجه بالشكر لسمو الأميرة دينا حقيقة الكلام اللي سمعته الآن أنا بستطيع أحكي للجميع أنه اليوم جهودنا في مكافحة التبغ تكتسب دعما جديدا وزخما كبيرا بوجود سمو الأميرة دينا وإن شاء الله رح نحقق مع النجاحات على مستوى الأردن لمصلحة المواطن الأردني الآن لو نظرنا إلى أخطار التدخين بشكل عام السيجارة الآن أصبحت المعلن الأرقام المعلن أنها تحتوي على أكثر من 6 ألاف مادة كيميائية سامة الناس تعرف عن مادتين النيكوتين والقطران لكن هناك 6 ألاف منها مواد مشعة مثل مادة البولونيوم المشعة طبعا هذه المادة تستخدم في الاختيالات السياسية وهذا معروف عند المشاهدين في الأردن يجب الحديث عن التدخين بأنواع معينة هناك التدخين المباشر يقتل الآن في العالم أكثر من 6 ملايين نسمة سنويا ومتوقع الشخص اللي بدخن مباشرة هناك التدخين السلبي التدخين السلبي والتعايد لتدخين الدخان العادي يقتل ما يزيد عن 600 ألف حالي سنويا في العالم يعني إحنا لما تصير حوادث إنفلونزا الخنازير وبموت 10 أشخاص كل شركات الإعلام بتحط على التكر تحت وفاة شخص وفاة شخص الآن عندنا يقتل في العالم كل يوم أكثر من 13 ألف شخص مباشرة بالتدخين الخطر الثالث اللي هو اللي ناتج عن التدخين اللي من الدرجة الثالثة أو third hand smoking وهذا يستهدف الأطفال وهذا يعني هو عندما يترسب التبغ على الأسطح على الجدران على الحيطان الأطفال تنشأ في بيئة سيئة جدا تؤثر على نموهم العقلي تطورهم العقلي تحصيلهم العلمي ذكائهم دراستهم طبعا الأهل ما يعرفوا هذا الكلام بوضعوا مزيد من الضغط على الطفل الطفل بدخل في حلقة مفرغة من الضغط النفسي سوء الأداء طبعا رياضيين يتأثروا بهذا الكلام لو أخذنا التدخين في الأردن التدخين مسؤول عن حوالي 50% من وفياتنا في الأردن 15% من السرطان وحوالي 35% من أمرض بالتأكيد طبعا وزارة الصحة مشكورة تقوم بهذه الإحصاءات هناك حوالي 30% الآن من المجتمعنا في الأردن على الأقل من المدخنين لو أخذنا نسب عند الرجال الآن الرقم يراوح بحدود 60% طبعا هذه أرقام حقيقة مرعبة عندما وصلت هذه النسب في دول العالم الغربي إلى نصف أو ربع هذه النسب نأخذ على سبيل المثال كندا أعلنت فيها حالة الطوارئ الإنسان الأردني هو ثروة الأردن رقم واحد لذلك إذا خسرنا هذا الإنسان وبناء على دراساتنا في الأردن هناك احتمالية كبيرة إذا لم نتخذ الآن الخطوات الجادة أن نواجه بأزمة صحية كبيرة خلال عشر سنوات وبالتالي نفقد مصدر الثروة الرئيسي للأردن والرصيد الأكبر في الأردن وهو الإنسان نرجو من مسؤوليننا أن ينتبهوا إلى هذه الحقائق ونبدأ حقيقة بالسير على الطريق الصحيح للتخفيف من آثار التدخين أنا رح أرجع لك دكتور نحكي بموضوع الفري نيكوتين والسيجارة الإلكترونية اللي يمكن كتير من الناس بيعتمدوا عليها لكن اسمحي لي سموك ذكرتي نشاط على رح تكون إن شاء الله بالسيتي مول وشغالين عليه نحكي عن طبيعة هذا النشاط شو حيتخلله من فقرات؟ صراحة أنا أول شي رح يكون في رح يكون بنصف السيتي مول عشان كل الناس اللي بيقصدوا هذا المول إنه إحنا نكون متواجدين فحبينا نحط النشاط رح يكون اليوم إن شاء الله جو المول اليوم؟ اليوم رح يجي رح يكون فيه كتير أطفال اللي رح يلبسوا تيشيرتات بيقولوا أنا من حقي أنا أتنفس هواء نقي رح نعمل يعني ومفتوح لعامة الناس رح نحط أشياء إعلامية عن زي ما تفضل الدكتور في راسل إيش فيه بالسيجارة؟ نفهمهم إنه السيجارة فيها من 6 ألاف مادة كيموية لو بالفعل بتقرأها بتنصدم إيش فيها أسيتون فيها بولونيوم شغلات حتى فيها أدوات اللي بتنطفوا فيها السيارات كله موجود داخل السيجارة بالضبط ففيه زي ما تقولي معرض يواجد آثار التدخين وبالذات إنه إيش بقولوا لك شركات التدخين وإيش الحقيقة هذا عنوان النشاط طبعنا غير عن هيك رح نوقع أي حدا بحب يجي يوقع يطالب الحكومة الأردنية بتطبيق القانون اللي هو وقف التدخين في الأماكن العامة رح يكون فيه زي لوح نقدر نوقع علينا كل ياتنا اللي من آمن بهذا الشي من آمن أنه لازم يسنح أنه حقنا أنه يطبق القانون بقدر يوقع على هذا اللوع عشان بعد ما هذا رح ناخد كل هاي التوقيع وبإذن الله نسلمها رسميا للجهات المسؤولة المؤسسة الحسين للسرطان كل سنة بتعمل نشاط من هذا النوع لكن أنا حاب أعرف أنه السنة الماضية حسيته فيه نتيجة من وراء مثل هيك نشاطات يعني بتشعروا أنه فيه ناس بالفعل تتفاعل معكم وبتقلع عن التدخين فوراً وبتشعر أنه باستمر إذا قلعت عن التدخين أكيد رح أستمر وفعلاً حسيته أنه فيه دراسة معينة عملتوها لبعض الحالات هل هناك بالفعل تم هذا الشيء؟ هذه الشغلة طبعاً تاخد وقت تغيير العادات بالمجتمعات هذا من أصعب الشغلات يعني إحنا من مجتمع يعني أنا بعمري لحقت لما بتجي الصينية اللي عليها الدخان بتأدميها زي الشوكولاتة بالمناسبات كامل بالمناسبات يعني هاي الشغلة بتاخد وقت أنا بقولك إحنا هذا النشاط طبعاً هذا مش بيوم وليلة بيكتغيري أو مش بيوم بتحديثي تغيير بس هي إحنا هلأ بننكثف الجهود وبحب أقول إنه إحنا مش لحالنا بهذا الشيء بالعكس إحنا هلأ لأنه دائماً كل سنة بيكون عندنا أولويات يعني كنا مظبوط عم نشتغل بس ما حطينا القوة اللي لازم يعني صوتنا القوي اللي كمؤسسة كبيرة بحجمنا زي ما لازم صراحة يعني دكتور فراس بالعيادة وبالكذا عم نعمل قد ما بنقدر بس دائماً عندنا أولويات لأن هذه الشغلة بدك فيه تكلفة فيه كذا كل مرة عندنا أولوية معينة بس لأنه وصلنا بحالة قريباً طوارئ عم نشوف كل الناس بالأرقيل عم نشوف الستات نضموا للتدخين الأطفال كله وعم نشوف الزباين كله عم بوصلنا لمركز الحسين السرطان إحنا رح نضمينا صوتنا لباقي الجمعيات اللي صراحةً إلهم ومشكورين كتير كتير اللي قبلنا وفي ناس من 30 سنة اللي هم مبلشين يحكوا عن التدخين وقافة التدخين عم نشتغل مع بعض على أساس أول شي نوصل الوعي للناس لأنه يعني بدنا وعي وبدنا نشكل ضغط هي مش بس مؤسسات اللي فيها تشتغل انت فيكي انتو كميديا شوفوا شو عملتوا اليوم كأم كأب كلياتنا لازم نطلب حقنا إنه إحنا أوكي إحنا ضحايا تدخين يعني مثلا حدا مدخن هلأ فهمنا انت كنت ضحية من المؤامرة الكبيرة بس إحنا هلأ عم نعطيك الوعي عم نعطيك المعلومات هلأ اسألي أي مدخن فكرك هو بتمنى إنه ابنه يصير يدخن بقولك يا ريت ابنه ما يدخن هو مش قادر يترك بس يا ريت ابنه ما يدخن كلياتنا بدنا نطلع نضم صوت نصوت وحتى نشكل مجموعة ضغط وصراحة فيه بالميديا هلأ وبالذات بالسوشال ميديا فيه كتير أصوات وناس وفيه ناس يعني عدد كويس صامتين اللي هم بيحبوا بدهم بيطالبوا بحقهم التطبيق القانون إحنا بس مجردنا نظهر هذا الصوت وأكيد رح نلاقي كتير ناس حتى منهم مدخنين رح ينضموا معنا عشان نقدر نكون جهة ضغطة تنقدر إنه نطالب بحق تطبيق القانون أنت معي يمكن أن يكون أصحاب القرار هم أول المنفذين لهذا الشيء أكيد فالمشرع مهم جدا أنه يكون هو مساهم حتى يقدر يكون هو الشخص اللي أنا والله بآمن فيه يكون هو الشخص اللي أنا ممكن أتقبل اللي بيعمله عشان أكون زيه صحيح قديش مهم يعني هلأ إحنا الأردن وقع اتفاقية الاتفاقية الإطارية عشان عم نحكي لمنظمة الصحة العالمية أكدت على هذا الموضوع الموضوع الاتفاقية لازم توقيعها من قبل الدول فأديش مهم أنه إحنا كأردن وقعنا هاي الاتفاقية لكن أديش مهم أنه نشارك في أن ننفذ هاي الاتفاقية مش بس أنه نوقع وخلص على ورق صحيح طبعا الأردن كان من أوائل الدول في المنطقة اللي وقعت على هذه الاتفاقية هذه الاتفاقية وقع عليها أكثر من 88% من دول العالم هناك نصوص في هذه الاتفاقية واستحقاقات تفرضها على البلدان الموقعة ومن ضمن هذه الاستحقاقات تطبيق قوانين حظر التدخين في الأماكن العامة الآن لدينا أيضا قانون الصحة العامة رقم 47 إذن لدينا قوانين محلية واتفاقات دولية الحقيقة هو شيء محرج سياسيا للأردن أن يتم من قبل مسؤولين التوقيع على هذه الاتفاقيات والإقرار بالالتزام فيها ومن ثم خرقها عللا وعلى عدسات التلفزة يعني ما هو منظر الأردن ومصداقيته أمام العالم عندما يوقع المسؤولين على هذه الاتفاقيات ويتم خرقها علنا الجميع الآن يتحدث أنا أتحدث عن المشرع بشكل عام وأخص مجلس النواب طبعا الجميع يتحدث الآن في الأردن عن سيادة القانون وضرورة سيادة القانون وهذا قانون نحن لا نطالب بشيء مستحيل نحن نطالب بقانون تم المصادقة عليه وتشريعه ومصادقة عليه في مجلس النواب من الأولى أن يتم تطبيق القانون من قبل الجهات المشرعة حتى لا نرسل رسالة مزدوجة إلى المواطن أن هناك في قوانين من الممكن تطبيقها وقوانين أخرى يجوز خرقها وبالتالي تتحقق سيادة القانون بالنسبة لتطبيق القانون تطبيق القانون يجب أن لا يعتمد على العقوبة أو حجم خرق القانون لأن الجهة المشرعة للقانون هي نفس الجهة وبالتالي احترام القانون هو من احترام هذه الجهة المشرعة وهيبة هذه الجهة هو من هيبة احترام هذا القانون لا أجد أي مبرر على سبيل المثال أنه في دوائرنا الرسمية مؤسساتنا ووزاراتنا مجلس الأمة سبب كافي يبرر التدخين بشكل علني وبشكل فاضح بهذه الطريقة على هدسات التلفزي هذا إحراج كبير للأردن هذه مؤسسات وأماكن عمل ليست أماكن سياحة طب تطبيق العقوبة برأيك هل يكون رادع للمواطن بأنه بالفعل يقلع عن التدخين أو يتوقف على الأقل بالأماكن المغلقة بالتأكيد تطبيق العقوبة هو رادع لكن لو أخذنا الآن في الدول الغربية بمجرد صدور القانون المواطن يحترم القانون لأنه أول من يصدر القانون هو أول من يلتزم به فهناك مسؤولية مجتمعية يعني إحنا غير قادرين عن نضع شرطي على باب كل مدرسة ليش مدير المدرسة بده يدخن ليش مدير المستشفى يدخن في المستشفى يعني أنا بدي ألوم الأطباء ألوم نفسي كمان لكن أنا برأيي الآن إحنا بأمس الحاجة أن مؤسساتنا الرسمية تبدأ بتطبيق القانون حتى ترسل رسالة واضحة وجادة بالتزامها العملي وبأهمية هذا القانون هذا القانون شرع لأسباب لم ينشرع من فراغ من أهم أسباب خفض نسب المدخنين في الدول هو حظر التدخين في الأماكن العامة ولذلك شركات التبغ هي أول من يقاوم بتطبيق هذا القانون لأنها تعلم أن زبائنها تزداد بوجود التبغ وانتشاره بالجو ساعة واحدة من التعرض للتدخين السلبي كافي للنيكوتين أنه يحفز المستقبلات الموجودة في دماغ الإنسان وبالتالي يصبح مدمن بمجاعة التعرض للتدخين السلبي وهذا مهم جدا لدى الأطفال مثل ما تفضلت سمو الأميرة فبالتالي إحنا الآن على المحك هناك قوانين دولي هناك قوانين محلية وهناك مشاريعين صادقوا والتزموا بتطبيق هذه القوانين نريد أن نرى الأفعال نعم سمو الأميرة يعني الدول المتقدمة المعروف دايما بتحاول وتسعى لتقليل المدخنين في دولها لكن بالمقابل إحنا بالدول نقول شوية يعني عم نحكي بالأردن تحديدا للأسف عمنا منخفض أسعار الدخان برأيك هذا التناقض يعني لين ممكن يوصلنا أنا شكرا جدا لسؤالك هذا يعني لما إحنا سمعنا كمؤسسة مسؤولة طبعا ولما سمعنا عن تخفيض سعر الدخان يعني علينا صوتنا حتى دكتور فراس كتب مقال كونه المختص بهذا الشي وأنا كمان كلياتنا من المسؤولين بالمركز الحسين ومؤسس المركز الحسين للسرطان وصلنا اعتراضنا إنه هذا أسوأ إشي أي دولة فيها تعمله لأنه بكل البلدان معظم الدراسات اللي تتمت من حيث إنه إيش الأسالي باللي ساعدت في تخفيض الدخان بقولولك شغلتين أول شيء أكيد تطبيق القانون بالأماكن العامة يعني بصرم ثاني إشي هو سعر الدخان حتى في نيويورك على سبيل المثال اللي هو المير تبعها بلومبرغ هو مشهور كتير بحربه للدخان يعني صار منزل نسبة الدخان في نيويورك أظنني هلأ موصلة لعشرة بالمئة فقط تخيلي بس بمجرد رفع سعر الدخان بنيويورك وأثبت الدراسات أكتر عاملين هم هدولة التنين لأنه اللي بدل بك بالجيبة هو أكتر إشي اللي رح يأثر عليك بينما للأسف تسمعي هون صار اليوم نزل سعر الدخان لدرجة كتير متدنية بحيث إنه ممكن الطفل أو الولد المراهق عم نحكي من عشر سنين لفوق ممكن إنه أرخص له يشتري بكيت دخان مما أن يشتري حلوة تخيلي فشو عم نعمل إحنا شو هالسياسة اللي فيها قصر نظر لأنه هذا كله أصلاً رح يجيك بأمراض إن كان سكري إن كان قلب إن كان سرطرات رح تأثر على فاتورة صحية لبلد كاملة أصلاً ما رح تكون إلها قدرة تتحمل إنها تشفي كل مواطنيها يعني ومش بالمدى البعيد عم نحكي بالمدى القريب هذا كله رح يوصل لك زبون مريض رح يقول لك يلا غطيني فكركم شركات التدخين رح تيجي تدفع فواتي رلاس ولا رح تسأل فيهم على أي حال أنا بدي أرجع بسؤال أخير لإلك دكتور فراس كنا حكينا عن السيجارة الإلكترونية حكينا عن حب أعرف أكتر كم مدارة سيجارة الإلكترونية إذا كان في إلها مدار الفرية نيكوتين هل هذا شي موجود بالفعل وممكن يخفف والأرقيلة الأرقيلة ممكن كتير أشخاص بقول لك أخفل من السيجارة برأيك نشوف نبدأ بالأرقيلة الأرقيلة حقيقة الآن هي آفة في الأردن انتشار هائل على مستوى الأردن خاصة بين السيدات مقبولة اجتماعيا دراساتنا هناك دراسة حديثة ظهرت وحطتوها على الريبورتاج تظهر المظاهر أو المخاطر الشديدة للأرقيل على القلب جهاز التنفسي والصرطانات الشيكرا حتى لو كان في فري نيكوتين للأسأل في الناس دائما تنغارب كلمة نيكوتين فري هناك احتراق الاحتراق ينتج عنه المواد السامي هناك أكتر من 6000 مادة سامية إذا أنا بشيل مادة واحدة هناك 5999 مادة بقيت فبالتالي إحنا ما بدنا نقع فريسة لترويد شركات التبغ كل هذه الاختراعات اخترعت من قبل شركات التبغ هدفها في النهاية إيقاع المواطن فريسي لهذه الأجهزة الطفل عندما يرى السيجارة الإلكترونية بيد والده أو والدته هو لا يعلم أنها إلكترونية هي تنطبع في ذهنه والآن بيكون هدفه في النهاية أن يصل إلها وبعد ما يجرب الإلكتروني بدون يجرب الحقيقي الدراسات الآن لا تزال غير مشجعة بالنسبة للسيجارة الإلكترونية إحنا منفتحين بدنا نشوف شو بتظهر الدراسات العالمية لكن لليوم الدراسات غير مبشرة هناك أخطاء كبيرة لأنه ما عليها دراسات سلامة ولا عليها دراسات جودة وبالتالي إحنا لا يمكن كأشخاص عاملين في القطاع الصحي أن نقوم بترويجها ننتظر الدراسات العلمية ومن ثم ننطلق إحنا أكيد نتمنى على كل المواطنين أن يتوقفوا عن التدخين وما حتى يجربوا لا سيجارة إلكترونية أضيف شغلة بالنسبة للأسعار هناك حديث عن زيادة أسعار الكهرباء زيادة أسعار الخبز في الأردن أنا ببشر أي مسؤول في الأردن إذا بيزيدوا الضرائب على التبغ بالطريقة الصحيحة ممكن إحنا نتجنب الزيادة في الكهرباء والتبغ ونوفر بالجهتين كل في الصحية زائد العجز في موازنتنا فإن شاء الله أنه يتم الاستدراك في هذا الموضوع سمو الأميرة كلمة أخيرة منك بتوجيها لكل المدخنين اللي عم بتابعونا هلأ أول إشي بحب أوجه كلمة بسيطة لكل المدخنين أنه إحنا مش ضدكم إحنا معكم لأنه زي ما تفضل دكتور فراس أنا بوافق معه أنه الجيل القديم أنه هو كان فريسة لمؤامرة شركات التدخين وترويجهم الذكي صراحة ونمسكوا زي وصاروا زبون دائم لهذه الشركات التدخين فبتمنى أنه من كل حتى المدخن أكيد هو أنا متأكدة أنه ما بده طفله أو ابنه كمان يقع فريسة هو بركي هلأ مش قادر بس بقدر على الأقل ما فيها أنه يمنع هاي الآفة تصل لأبناء أو بناته وأحباءه صراحة وبتمنى أنه يطبق هذا القانون وبحب أقول أنه إحنا بنحكي على التدخين السلبي هو مش التدخين السلبي هو أنا بسميه التدخين إجباري يعني أنا لما أنا بكون غير مدخنة وبروح لمنطقة عامة أو بدخل مصعد أنا شو زنبي إذا أنا حابة أمشي صح حابة أهتم بصحتي عندي علم تام أنه طولت حالات السرطان هي سببها الدخان طب أنا شو زنبي إنت عم بتدخن مش سائل بصحتك إنت حر طبس أنا شو زنبي معناته إنت عم بتخليني أدخل غصبا عني وهاي الشغلة بحب يعني المواطن يفكر فيها قديش فيها أنانية وإلا تزوء صراحة يعني بتلاقي الشخص أنه حتى ما بيستأذنك أنه هذا طب أنت ما بتعرف بركي الشخص اللي جنبك هو عنده أزمة عنده حساسية بركي نص عيلة توفت من السرطان فيريت لو كل واحد بسمعنا أنه أقل ما فيها أنه يفكر أنه أنا لما بأدخن أنت خر دخن بصحتك بس ليش تجبر غيرك وإن شاء الله الكل يبدو يضم معنا لهاي المرحلة ينضموا معنا ويحطوا صوتهم معنا إحنا سموك منتمنى بالفعل يتم تفعيل قانون العقوبات لأنه بالنهاية يمكن القانون هذا لو فعل بطريقة سليمة أكيد كتير من الأشخاص رح يتجنبوا التدخين صح؟ أكيد مية بالمية أكيد إحنا نشكركم أكيد بهاللقاء المميز ومنتمنى دائما لقاءكم أهلا وسهلا فيكم معنا بدنيا يا دنيا شكرا كتير لك شكرا أهلا وسهلا